السلام عليكم يا ربي جمعان تكونوا بألف خير في فيدي اليوم ان شاء الله النهاردة نعمل الفراخ المشويب ومكونين سريين مكون منهم واحد هيخلي لون الفراخ واحد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده والمكون التاني يخليها طريقة ودايبة زي ما انتوا شايفين فراخ نضيفها جدا بتدبلة وقوية هتعتمدوها ان شاء الله في نفس الوقت زي ما انتوا شايفين اللحم قد ايه دايب ومستوي جدا وما فوش اي مشكلة من المشاكل على الاطلاق زيت في الفيديو ده كمان هنعمل رز المطعم اللي بتقدم معها عشان نبقى عارفين كل الاصرار وزي ما احنا شفنا السدر برضو نشوف الدبوسة الجلد لامع كريزبي مع لحمة طار ودايب زي ما انتوا شايفين بتفصل معايا بكل سهولة ياريت بقى يا جماعة كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس وهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة ومنسوش تصيبوا لي تعليق عشان تعلقاتكم بتفرحن جدا ياريت يا جماعة الاعجاب للفيديو والتعليق وكمان في نفس الوقت وزن لكم المقادير بالجرام بس كل حاجة بتتكتب زي ما انتوا عارفين في صندوق الوصف للدقة اكتر عشان الناس اللي بتحب شغلها يكون دقيق ياريت يا جماعة بقى الاعجاب للفيديو والتعليق واللي لسه ما اشتراكش يشترك ويفعل زر الجرس عشان الكل ان شاء الله يستفد من الوصفة ومنسوش تصيبوا لي تعليق عشان طلعتكم بتفرحن جدا يلا نبدأ مبدان يا جماعة اشتعل على فرختين وزن الفراخ قبل الدبح 2 كيلو و 100 بعد الدبح بيوصلهم لكيلو 450 او كيلو 550 غسلتهم كويس شوية ميا وملح وخل وصفاتهم تماما بعد كده نشوف التدبيلة معايا 4 لامونات مقطعهم شرايح معايا 10 جرام فلفل ابيض 5 جرام فلفل اسود كم فصة حبان كم فصة ورنفل تمام معايا يا جماعة 30 جرام بهارات شرقة اقصى معايا 10 جرام بهارات فراخ 10 جرام ملح سنة كركم اي سنة كامون تمام ودي يا جماعة بهارات الشرقة الاقصى ممكن تشتغلوا بدي او ممكن تشتغلوا بالسايب عادي مفيش اي مشكلة ومعايا هارسة شطة تمام بتتبع سايب ومعايا يا جماعة 50 مل خلل الفرختين اول حاجة كده يا جماعة في بولا او فوعاء هنزل بتلاتين جرام من هارسة الشطة مش هتخلها حارة ما تقلقوش يا جماعة هي انتو قلعة ودي قطعة تحسطها حارة وحرارتها عالية لكن لما بتتضف التدبيلة ما تقلقوش بعد كده اول مكون سري معايا 100 مل مرندة بورتوان بتتبع طبعا في اي مكان وزاي ما انتو عارفين تمام وبعد كده يا جماعة نشوف هننزل بها بعد كده يا جماعة هنزل بالخمسين مل خل بتوعلي الفرختين تمام زي ما انتو شايفين وبعد كده يا جماعة هنزل ب100 مل مية فترة عادية هنزل بكل البهارات بتاعته مع صورش اللامون خالص ملح فلفل ابيض فلفل سوط كان فصل حبان مع القرنفل مع بهارات الشرق الاقصى مع سنة الكمون مع شوية بهارات الفراخ وابدأ قلبهم كويس مع بعض تمام زي ما انتو شايفين كده اهم حاجة يا جماعة الفراخ مخصولة كويس ومشيول منها من السلسلة اللي هو خط الدم ده كويس ومنقعة كويس ومتجففة تمام باضاف عليها التدبيلة يا جماعة انا مش عايز اللامون يكون معصور بس تاخد من ناكهته عشان الفراخ ما تتهرش معايا نخلي بالنا من السر ده دايركت يا جماعة بغطى عليها وبس سبها التدبيلة دي ممكن تستوي الفراخ فيها بعد ساعة تمام او ممكن تبيتال تاني هنعمل بعد كده رز دي يا جماعة معايا لكل كبات رز معايا 3 كبات رز 6 كبات مية لان رز البسماتي بحتاج ضعف مية معايا 10 جرام مرأة فورية كم فص حبهان كم فص قرنفل جزرة مبشورة مع لقتين كبار سامنة اول حاجة كده يا جماعة في حلة هنزل ب6 كبات مية بتوعي انا زودت كمان يا جماعة مية لان المجر كب ده مش بياخد غير يعني 3 تمام بعد كده يا جماعة نزلت بمرأة الدجاج وبعد كده نزلت بالجزرة المبشورة معايا وبنزل بعد كده باستمنى المعلقتين الكبار وبعد كده هنزل بالكم فص الحبهان والكم فص القرنفل ودايرك تبارفعهم على النار ممكن ازود سنة ملح ادق قبل ما اضيف اي ملح كده تمام وبارفعهم على النار يا جماعة لحد ما يغلم كويس جدا لان التكنيك ده هيطلع معاكم الرز طعم واخد من نكهة التدبيلة كلها بخلاف اللي احنا نشوح ونعمل او كده كنت يا جماعة ضفتله سنة كركم عشان اللون وبعد كده مستخدمتش اي الوان معاكم بعد كده وقت ما يبدأ يا جماعة يغلم معايا هبدأ ان الماء تغلم معايا بالمكونات هنزل بالتلات كبات رز بتوعي اللي مخصولين ومصطفين بدون نقع نخلي بالنا اول حاجة على النار عالية وقت ما مستوى الماء ينزل بنهد النار تمام ونغط عليه تمام بقعد معايا تقريبا تلت ساعة على نار هادي يا جماعة ما نغطاش على النار ما يقش شرب ويبقى فقه صار بسطر من الماء ونهد النار بعد تلت ساعة بديله كم تقليب يا جماعة كده وبسطبه كمان خمس دقايق واكون مخل الغطى في نفس بحيث ان الرز يشد معايا واي ارتوبة فيه تخرج زي ما انت شافين لا معجن ولا عامل طبقة من تحت ولا اي حاجة ونفلفل قدامكم ها كده تمام هرفعه لجنب عمتا انا كنت عامله بعض الفراخ على فكرة متأخر يعني بعد كده الفراخة يا جماعة معايا السيخ كده اللي هو بتاع الفرن موجود في اي فرن او ممكن في غنى عام كل ده نحطهم في شبكة في الفرن بس حابات اعمل النسخة اللي انتم بتحبوها او طلبتوها مني بندخل يا جماعة كده السيخ من السلسلة بتاعت الظهر ملحوظة بقى هتيجي تدخلي الفاخدين لجوه كده هتلاقهم بخرجه تاني شايفين عشان مسافة ما يشيل ايدي هلاقهم خرجه تاني يبقى الحل ايه بقى بقوم يا جماعة بعد ما وسع بحط الفقر دبوس تاني لجوه وبعد دي السيخ من فوقهم عشان يبقى سندل عليهم وربطت الجزء اللي تحت ليه السكينة بتاعته السفلية وهبدأ اربط العلوان السابع كان متعور فكنت بطيق شوية تخلت بابا يفكهم لي تمام دايركت يا جماعة بيكونوا مشغلان الفرن على اعلى درجة حرارة من فوق ما بنفتحش من تحت بيبقى التسوية كلها من فوق لان من تحت ما يبقاش لها اي لازمة هنشوف بقى يا جماعة السر بقى اللي يخلي اللون واحد بقى اهم حاجة بربط كويس بعتذر كان صبع بس طور دخلت السيخ في سلسلة الظهر قبل وسعتي حطت الدبستان لجوه وقمت شايلة السيخ وحطاه يكون معدة عليهم بحس ان هما ما يخرجوش معايا وتقفلي وتركب السكينة اللي فوق تتنطروف اللجنة حالتحت متماسكة ها ولا فيها اي حاجة في المرحلة الجاية نشوف بقى المكون اللي يخلي اللون واحد هرفع كده على شبكة تمام معايا يا جماعة ثلاث معالق زيت عليهم زرت فلفل احمر كشمير او بابريكا مع شوية عسل نحل تمام منها هتاخد اللون المزبوط والكرزبي في نفس الوقت ما حطتش الزيت في الاول عشان ما يضيعلش التدبيلة او يعمل عزل كون التدبيلة شربت شايفين اللمعتها هنبدأ بقى نركبها في الفورن زي ما انتو شايفين كده يا جماعة حطت تحتها الصينية تنزل عليها كنت نسيت احط في الصينية شوية مية بحطوا يا جماعة شوية مية عشان تبقى اثناء التنظيف ما تبقى الصعبة معكم فتنظيفها يعني الصينية شايفين ما شاء الله قدامكم بس يبقى لحد ما تستوي عادت معايا الصعب طبعا في الفرن بتاعكم هتركبوا الاثنان مع بعض الفرن بتاع الصغير شوية كل واحدة واللي بعد يعني الاولى والتانية ورا شايفين ما شاء الله اللون بدأ يوحد ازاي ما شاء الله قدامكم وملحوظة يا جماعة نسيت اقولها يبقوا انتوا بتشولوا الرقبة بتاعت الفرخ سبوا منها حتة بسيطة صغيرة كده دول اثنان يا جماعة ما شاء الله استوهمهم حطت تحتهم عاستورو كتشاري جاهز تمام اللون بتاعهم واحد الشكلة لا تعليق لا محروقين ولا حاجة وللامانة برضو حشان ما تفكروش اللون مسافة ما خدوا لون اسمهم استوهم لا هنفتحهم ونشاف كل حاجة قدمت يا جماعة من رزو مع التومية اللي كنت عاملها معاكم وكل صلودة برضو مشان اللي عاملو كنت جايبوا بقية حساب لاني ما كانش في فكة ومخللوا كده التومية اللي احنا عاملناها مع بعض من اسبوعين زي ما انتوا شايفين يا جماعة بفتحها لكم عشان تشوفوا انه مش لونه وخلاص نقدم استوية من جوا واللحمة عامل ازاي وكل حاجة واضحة قدامكم شايفين بقى الداد بوسطة يا جماعة واللون من جواة نظيفة ما فيهاش اي حاجة شايفين اتمنى يا جماعة الفيديو يكون اعجابكم لو الفيديو اعجابكم ما حدش ينسي استبقى اعجاب للفيديو وتعليق واردت طبع الملاحظات اللي انا قلتها مش لازم يتحطوا على السيخ ممكن على شبعك عادي وزي ما انتوا شايفين واكتب الملاحظات فسندقوا الوصف للعادي السلام عليكم